بسم الله الرحمن الرحيم من هم الملائكة لأور البراموسي دول جزئين الجزء الاول الملائكة في ازمنة العهد القديم والجزء الثاني الملائكة في العهد الجديد فبالتالي الانجليولوجي او ايمان المسيحيين في الملائكة ده موضوع عنوان انا مهتم بيه نبص الاول كده على الملائكة في العهد القديم ده ظهر الكتاب خلينا نتصبح الكتاب شوي طيب كلها اصدارات جديدة عليها تودرس مقدمة عامة نبص في الظهر نشوف فين الفهرس قادل فهرس فده الجزء الاول الملائكة في ازمنة العهد القديم نبص على الملائكة في العهد الجديد ده ظهر الكتاب لاحظ ان ده موضوع عقائدي المسيحيين والمسلمين بيختلفوا عليه بقوة لكنه قليلا ما يتم التركيز عليه في الحوار الاسلامي البسيحي يعني المسلمين يعني المسلمين عندهم ايمان بخصوص الملائكة والجن والشياطين النصارى عندهم ايمان مختلف تماما عن الملائكة والجن والشياطين ويمكن ايمان النصارى عن الملائكة متعلق بصلب عقيدتهم في موضوع الخلاص وهكذا ومع ذلك قليلا ما بين نقشهم في الموضوع فدي دعوة مني للاهتمام بكل المواضيع العقائدية الخلافية ما بينهم وما بينهم طيب في بقى مجموعة مجموعة الالحان القبطية اربع اجزاء كويس طبعا انا مش هبص عليهم كلهم انا هكتفي باني واحد يعوض عن الباقي فيه اخ قال لي مجموعة الالحان القبطية دي ايه فايدتها الالحان دي ببساطة حاجة شبيهة بالقداس القداسات يمكن عامل مشترك او شيء مشترك ما بين الكنيسة القبطية الارتولوكسية والكنيسة اخرى لكن الالحان دي زي ما تقول تلاوات او عبادات متعلقة فقط بالكنيسة القبطية فالنسخة دي مكتوب في ظهرها بيقول يبدأ ديرنا العامر في طبع سلسلة جديدة من مخطوطات الدير التقصية وهي محاولة جادة لنشر هذه المخطوطات بصورة علمية مع ترجمتها وتصحيح اخطاءها ومقارنتها بالكتب التقصية المطبوعة والمخطوطات المشابهة ومراجعة النصوص الانجلية على الاصول العبرية واليونانية فده زي ما تقول تحقيق الالحان دي بيبقى فيها نصوص تعالوا نبص على الكتاب من الداخل الالحان دي بيبقى فيها نصوص كتابية وبيبقى فيها كلام عن العقيدة فبالتالي هي من ضمن التقليد الخاص بالكنيسة القبطية الأرثولوكسية فلازم نهتم بيه لكن برضو اغلب الباحثين في مجال حوار الاسلام المسيحي ما بيهتموش غير بنص الكتاب المقدس لو هتم اكتر من كده هيهتم بكتابات الأباء لكن ما بيهتمش بالقدسات ما بيهتمش بالليتورجيا رغم ان الليتورجيا تاني مصدر من مصادر التشريع المسيحي ومش بيهتم بالالحان اللي هو اخر مصدر من مصادر التشريع هو طبعا مش من اهم المصادر لكنه مصدر من المصادر المهمة مصدر من مصادر التشريع طبعا هنا لو بصيتوا في الكتاب هتلاقوا ان نص قبطي معه ترجمة معه تعليقات فحتى من الناحية اللغوية ممكن تكون مهمة وممكن تكشف لنا زي ما هو كاتب في النهاية اختلافات ما بين التقليد القبطي محتفظ بالنصوص ازاي والنصوص الكتابية الحالية محتفظة بالنصوص ازاي وانطلع اختلافات وهكذا ومن ضمن الاسباب الرئيسية اللي انا اشتريت فيها السلسلة دي ان سعرها كان رخيص اظن الواحد بعشر او خمستاشر جنيه فبالتالي فيه جزء اول وجزء تاني وجزء تالت وجزء رابع وده انا باعتقد ان هو عمل جيد وسعره رخيص وهو مهم فانا حزنت في الحقيقة لما واحد قال لي انا شايف انه ملهاش لازمة يعني برحتك مش مشكلة لكن عليك ان تثق في خبرة السابقين الكتاب اللي بعده ايقونة البساطة العذراء مريم لانبا يوسف هنا ده برضو يعني البحث في موضوع الايقونة واهمية الايقونة والكلام ده ده من ضمن التقليد الايقونات من الفن الكنسي فده موضوع مهم يعني الكتاب اللي بعده شعب العهد عبر العصور ده مفروض رفائيل براموسي والدير السيدة العذراء براموس ده موضوع بيتكلم عن فكرة الوعد والعهد والقسم واليهود مع العهد والكلام ده كله مهم يعني الموضوع تعالى نبص على كتاب من جوا شعب العهد عبر العصور مقدمة نبص في ظهر الكتاب ايه دي الفهرس ايه دي الفهرس كويس الكتاب اللي بعده اشتريته انا مش عارف ايه هو الفيلوكاليا النصوص الاصلية الكاملة جمعت بواسطة القديس نيقوديموس الذي من الجبل المقدس والقديس مكاريوس الكورينثي في خمسة مجلدات وده المجلد الاول المفروض ان هو تراث ابائي بس ما عنديش اي فكرة عنه وهو كان سعره رخيص فانا اشتريته ولسه انا اظن ان هو يعني حاجة كده معينة ليه علاقة بالاباء يعني يعتبر ضمن ضمن كاتيجوري نصوص ابائي بس انا مش عارف هو ايه بالزبط ما يعلم ده كتاب قديم مطبوع عليه صورة البابا شنودة يعني ده كتاب مطبوع قديم لكن ما فاتش علي مش عارف ازاي او يمكن عندي وانا مش واخد بالي لكن في الغالب ما هوش عندي ده ممكن تشوفه المقدمة لو عاوزين تقروا عنه طبعا زي ما قلت من ضمن الاسباب اللي انا على اساسها باشتري كتب لو الكتاب سعره رخيص وحسيت انه له علاقة بحاجة مهمة ما بتنقش كتير يعني بقى بقى مشغول في المعرض فمش مشكلة كتاب 10-15 جنيه والظاهر عليه انه تراث ابائي مش مشكلة يعني طيب هنا لو بصيت في الفهرس كلام عن القديس اشعياء المتوحد القديس مش عارف مين المتوحد يحنى كاسيان مرقص الناسك فواضح ان دول يعني اخبار عن اباء يعني فاظن دي حاجة ليه علاقة بالرهبانة وجامع سير بعض الاباء الرهبان ده كتاب مصادر وتاريخ لترجيات كمسة الاسكندرية القبطية الارتوذوكسية الجزء الاول اعداد القرش دي يكون روس دي مش عارف مين وتقديم نيافة الانباء ايرميا موضوع اللي ترجى ده مهم طيب والظاهر حاطين مخطوطة ده كتاب طبع في عهد طواد روس وحاطين صورة شنودة كده ايه يعني واهداء لشنودة مثلس الرحمات ما علينا المثلس الرحمات الفهرس مدخل الى علم الليتورجيات الليتورجة الالهية كذا كذا متكلم على القدسات التلاتة القدس الباسيلي والغريغوري وده الارشاليمي ما علينا نتكلم عن القدسات والقدسات مهمة دراسة لهوتية في المعجزات الالهية الجزء الاول الراهب انجلوس البراموسي مجلد تخين يعني هل كان يستاهل ان انا اشتريه موضوع معجزات المسيح موضوع مهم يعني طيب والناس بتوع البراموس دول فلان البراموسي مش عارفين البراموسي عندي بعض الثقة في علمهم شوف بعض الثقة مش عارف الصفحة دي لم نيعة حسيت ان فيها صورة طيب بابا تودرس لابس تاج يعني تحس ان ما علينا دراسة المعجزات في الاناجيل سلطان السيد المسيح على الشفاء المعجزات في الانجيل الثالث المعجزة اطار خلاص كذا 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 سير الله معجزاته المعجزة التقليدي اليهودي ده مبحث كويس طرد الارواح والشياطين كذا واضح ان هو يعني دارس كل المعجزات وبيتكلم عنهم بشكل تفصيلي الكتاب كبير يعني الكتاب كبير بوصل لحوالي 700 صفحة يعني لهم هنشوف هل هي دراسة مفيدة ولا كان غالي شوية قعدت افكر شوية قبل ما اشتريه طيب مقدمات في اللهوت التقصي الجزء الثالث انا طبعا شاري قبل كده الاول والتاني ودي يعني ببقى بتمنى وانا في المعرض ان ربنا يلهمني اه هو انا شاري الاجزاء اللي قبل كده ولا لا طيب وعلى كل حال حتى لو لقيت نفسي مش شريهة بقدر يعني اروح شارع شبرة واشوف ايه اللي ناقصني واجيبه يعني فده في مجلدين قبل كده هنا سر مسحة المرضى والزيجة وسر الكهنوت وازمني ده اخر ده بتاع بوترس البراموسي ده اخر مجلد يعني التقوس مهمة جدا من ضمن الليتورجيا مصدر تاني في الكنيسة مش عارف كل ده صور قديسين حاجة يعني قدمت الانبى موسى كتبه بخط ايده وبيتباركه يعني بخط ايده موسى الفهرس مسحة المرضى وعمالة يتكلم عنه والزيجة وعمالة يتكلم عنه الكهنوت وعمالة يتكلم عنه كويس في بقى ثلاث اجزاء وده اخر حاجة نختم بيها عذات القديس يوحن ذهبي الفم الجزء الاول كذا 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 الجزء الثاني الجزء الثالث المفروض الجزء الثالث ده هو الجزء الجديد انا لا اظن ان انا كان عندي الجزئين الاولين كان سعرهم رخيص فجبت التلاتة ودايما يعني لو لقيت ان الكتاب متكرر عندي بلاقي طالب علم يستحق ان انا اهدي له الكتاب فده نصوص ابائية يوحن ذهبي الفم احد اهم ابائي القرن الخامس مفيش داعي ان احنا نبص في الفهرس فهو كل عيضات مهمة ممكن الفهرس زي ما انتو شايفين يعني كأنه بيشرح نصوص يعني هنا بيقولك لوقا كذا كذا قلتلكم مفيش داعي نشرح ان يبص على الفهرس وبعدين بصينا ما علم فهنا لو انت عاوز تشوف يوحن ذهبي الفم قال ايه عن النصوص التالية في وعظاته ممكن تطلع عليه برضو نفس الكلام في فهرس هنا بيتكلم عن المواضيع وهنا برضو يبقى احنا كده هنختم هذا الفيديو عند هذا الحد لو كان الفيديو عجبكم وموضوع هذه الفيديوهات بشكل عام عجبكم اتمنى ان انتو تعملوا لايك وشير وما تنسوش تشتركوا في القناة وانتظروني في فيديوهات قادمة قريبة جدا بإذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة